بس ده بيبقى صعب لان انت يعني بفتكر كلام توفي الحكيم في سجن العمر كان بيقول ان احنا كلنا سجناء لجيناتنا الوراثية وللبيئة اللي احنا تربينا فيها والاهلينا وانت جاي من عائلة زي ما قلت كلهم كانوا موظفين مفيش حد بيزنس اونر مفيش حد يدي نموذك حاجة تانية ازاي انت عرفت تاخد القرار انك تخرج من السجن ده لانه ده مش قرار سهل والله يعني في الاول هم مش في الاول بسرعة لحد من سلاثين ثلاثة يعني هما كانت العيلة شايفاني يعني واخد طريق الالحادي يعني انت تعمل ايه يا ابني انت فعلا بتكفر بما وجدنا عليه ابقى انه وفيه بقى مصطلحات يعني احنا عندنا في الباجراون بتاعتي اصلا قانون عندنا في الكلية العرف ده تاني مصدر من مصادر القاعدة القانونية ليه ركنين الركن الاولاني التكرار الركن التاني يولد شعور بالالزام ففيه حاجات من كتر ما بتتقلك كانت بتضرب مسامير في نعش ايمانك باللي انت بتفكري فيه يا صلاح طب لما تتعب التأمين الصحي طب لما تطلع معاه شميلة هتصرف عليك طب واهلي قاعدوا يكلموني في مشاكل هتحصل كمان 40 سنة وان لازم نحلها وبعدين انت ازاي بتشتغل شغلية انا مفيش فيها بدلة وجرفات مفيش بقى وعلى مدار احنا عندنا في الوطن العربي عموما اهلينا بيخافوا علينا للعالم يحبطنا فبيحبطونا هم اه يا باش انا يعني انت تروح للغريب يحبطك وانا موجود وانا قصرت معاك ايه ما يصحش وزي ما يقولك ده الطريق لجوهنة مفروش بالنواية الحسنة اه الطريق للإحباط اه وتكسير الأحلام مفروش بالحب والحماية المبالغ فيها وعايز اقولك ان النتيجة ان انا واخواتي لتلاتة محدش فينا امبولوي اه يعني انا واخد الفيلد ده اه اخويا الوسطاني اسامة اه احنا ثلاثة برضو حق انجليش بس كان في اوفر الحمد لله قررتن كان في اوفر محدش فينا اشتغل بحق انجليش اخويا الوسطاني عنده اخويا الوسطاني عنده اخويا الاصغر منه انجليش انستركتور ومحدش فينا شغال موظف كسرنا لا الحمد لله لا الحمد لله